السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعي القناة انا محمود حنفي من قناة Infinity Learn Academy وان شاء الله هنكمل مع بعض الدورة التدريبية الخاصة ببرنامج موزابوك البرنامج الجميل جدا في عرض الدروس التعليمية طبعا احنا كنا تعرفنا في الدروس السابقة اللي ما تابعش طبعا احنا شرحنا درسين قبل كده الدرس الاول اللي هو كيفية تحميل وتذبيت البرنامج وتعرف على الواجهة والدرس التاني هو التعرف على محفظة الاقلام والنهاردة احنا هنشرح الدرس التالت ويا ريت قبل ما نشرح الدرس التالت تعمل اشتراك في القناة لو انت اول مرة تزورنا وكمان ما تنساش تحط لايك على الفيديو عشان انت بيدعمنا جدا في الايه في الشرح وكمان يا ريت لو انت حابب تشير الفيديو ده لاصحابك عشان يستفيدوا زي ما انت تستفيد يكون شيء جميل جدا منك اذا انت فتحت الموزابوك وماليتش الشريط اللي هو اللي تحت ده الشريط الادوات السوف اللي ده موجود يبقى محتاج تظهره طيب ازاي اظهره زي ما انتفقنا بالروح على الاربع نقاط اللي فوق دول وهتلاقي عندك حاجة اسمها واجهة المستخدم وهتختار منها المتقدم طبعا ممكن تكون هي بسيط فهتلاقي الشريط ده مش موجود لو رحنا كده واخترنا المتقدم هتلاقيه موجود كمان ممكن نظهره من كلمة قائمة شايفين كلمة قائمة بالاسفل قائمة كده اختفى ولو ضغطنا عليه تاني قائمة بيظهر يبقى ده اول شيء اذا كان الشريط الاسفل ده مش موجود نقدر نظهره بالطريقة اللي انا قلت لكم عليها دقاء طيب تعالوا بقى نتعرف على الشريط ده وايه المحتويات بتاعته طبعا في محتويات مكررة شرحناها قبل كده يعني في بعض الادوات هتحصلوها مكررة وهوضح لكم دلوقتي مين الادوات اللي اتكررت وطبعا مش هنتكلم عنها كتير لان خلاص هي اتكررت ممكن تشوفها في الدروس السابقة تعالوا نبدأ باول شيء شايفين شريط المهام ده الزر ده معناه شريط المهام لما بتضغط عليه بيقولك ايه اللي انت فاتحه يعني مثلا انا فاتح دفتر تمارين واحد وكمان فاتح كتاب ماس جي فايف اللي هو كتاب الصف الخامس فعلا هتلاقي هما الاثنين اللي مفتوحين هنا موجودين هنا هتلاقي جنب كل واحدة منهم علامتين او زرين الزر الاول للحفظ والزر التاني للاغلاق يعني لو انت عايز تغلق اي واحد فيهم بتضغط على الاكس بياغلق بس يبقى ده اول حاجة اللي هو الجزء الخاص بالمهام الجزء التاني اللي هو الترس ده جزء الاعدادات وفيه كل اعدادات البرنامج لو عايز تطلع عليها واحنا كنا تكلمنا عليها في الدرس الاول ولو انت حابب تقدر تطلع عليها مرة تانية وتشوف كل اعداد بيعمل ايه بالظبط واحنا كنا قلناها في الفيديو السابق ده زر الادراق وزر الادراق ده زر مهم جدا ممكن ادرج رسم تخطيتي او مذكرة او رابط للشبكة موقع يعني رابط لموقع او رابط لفيديو او رابط لصفحة من ضمن الصفحات اللي انا انشأتها او اشارة مرجعية يعني ممكن تعمل ادراق لأي شيء خلينا مثلا نجرب مثلا نعمل ادراق رابط فيديو طبعا هنكتب الاسم مثلا هنقول اي فيديو انا عايزه مثلا فيديو جمع وطرح الاعداد مثلا جمع وطرح الاعداد بعدين اجيب الرابط طيب منين اجيب الرابط والله ممكن تعمل بحس اذا ما اتفقنا هنا بحس في الشبكة شبكة الانترنت هيفتح لك متصفح جوجل عادي جدا زي اللي انتم متعودين عليه خلينا نقفل الكيبورد دي مش عايزينها وهنكتب مثلا جمع وطرح الاعداد الفيديو اللي انا عايزه زي ما انتم شايفين ادي الفيديو ظهر هنا هو تمارين على الجامعة والطرح خلينا ندخل على الفيديو طيب فين الرابط ازاي اجيب الرابط انا دلوقتي بتاع الفيديو ده في عندي طريقة سألة جدا هتلاقي عندك زر اسمه شير اللي هو المشاركة يعني هقول شير وهلاقي هنا الرابط واقول له ايه كوبي يعني انسخ الرابط بعد ان خلاص انا خلصت هقفل المتصفح مش عايزه وهضغط على الرابط هنا واقول لص تمام وبعد ما خلصت بيقول لي انت عايز تضيف الفيديو ده على هية رمز صغير ولا رمز كبير ولا صورة رمز صغير يعني مجرد علامة بس في الشاشة لما اضغطها يفتح للفيديو رمز كبير بيكون نفس العلامة ولكن حجمها اكبر شوية صورة بيجيب لي صورة كبيرة للفيديو وانا اضغط عليها تفاعلي بيجيب لي الفيديو يعني كأنه على اليوتيوب اقدر اتفاعل معها بان انا شغلوها افوها كذا تعالوا نجرب مثلا كل واحدة منهم خلينا مثلا ناخد رمز صغير ونقول اوك زي ما انتم شايفين الفيديو ظهر كرمز صغير تمام طب خلينا نعمل مرة تانية ادراج وبرضو فيديو وبرضو نفس الشي هقول نفس الرابط لصق بس المرة دي اختار رمز كبير واقول اوك زي ما انتم شايفين ظهر برمز كبير شوية ده رمز صغير ده رمز كبير طب خلينا نعمل ادراج مرة تانية ونعمل فيديو مرة تانية وهنجيب نفس الفيديو اللي انا قلناه ونقول كليك مين لصق والمرة دي هنقول صورة ونقول اوك زي ما انتم شايفين جالي على هيئة صورة بس كبير شوية شايفين الاحجام طبعا انت بنشوف الحجم المناسب ليك خلينا نعمل اخر مرة اللي هو التفاعلي ادراج فيديو ونفس الشيء هنكتب هنا اللصق وهنقول تفاعلي هنضط على تفاعلي ونقول اوك لاحظوا المرة دي الفيديو ظهر ازاي المرة دي الفيديو ظهر بالكامل تفاعلي خلينا نوقفه ونسحبه كده مثلا في النص عشان تشوفه اهو يبقى انا دلوقتي عملت ايه كل اللي انا عملته ان انا ضفت الفيديو عن طريق الرابط باشكال متنوعة مرة صغير رمز صغير مرة رمز يعني اكبر شوية رمز اكبر وفي الاخر الرمز التفاعلي اللي هو الفيديو بالكامل يكون موجود شوف الطريقة المناسبة ليك اللي انت عايزها وخلاص تمام انت لو ضغطت على اي واحد من دول هشغلك نفس الفيديو انا لو ضغطت على الرمز ده هيفتحلي الفيديو في نفسه مستقلة زي ما انتو شايفين ايضا لو ضغطت على الرمز ده برضو هيفتح لي نفس الفيديو زي ما انتو شايفين يبقى انا كده عرفت الادراك ده بعمل باي طبعا انت اجرب كل واحدة واستخدمها على حسب الحاجة اللي بعدها هي عالمة الكاميرا وعالمة الكاميرا دي زي ما انتو شايفين فيها ثلاث اقصان القسم الاول حفز الصورة والقسم التاني مخزن الادوات والقسم الثالث أدوات خاصة حفظ الصورة هو عبارة عن بياخد لقطة للشاشة بس اللقطة دي ممكن تكون الشاشة بالكامل أو ممكن يكون محتوى النافذة فقط أو ممكن يكون النافذة مع الإطار أو ممكن يدوي بأن أحدد اللي أنا عايزه بالزبط أو ممكن جزء من الشاشة على شكل مستطيل أو الصفحة بالكامل وهنا أقدر أجيب الصورة اللي أنا حفظتها تمام خلونا نجرب عشان تشوفوا بنفسكم خلونا نرجع للكتاب بتاع الطالب مثلا نفترض أن أنا عايز أخذ جزء من الشاشة دي فهاجي عند الكاميرا وأختار مثلا جزء من الشاشة وأبدأ أحدد الجزء اللي أنا عايزه ده الجزء اللي أنا عايزه دي الصورة هي تمام الصورة دي ممكن أستخدمها في أي صفحة تانية إزاي ممكن أضغط عليها وقص وأجي في الصفحة التانية مثلا ناخد صفحة فاضية وأقول هنا بيقول لي اللصق اللصق فيه أمرين يا إما موقع الفارة يا إما الموقع الأصلي أي حاجة فيهم مش هتفل لأننا ممكن نحركها بعدين خلينا نقول كده هذه الصورة اللي احنا نسخناها جات لي هنا طيب خلينا نفتح الكاميرا مرة تانية هتلاقي أن هنا في الصورة المحفوظة الجزء اللي أنا خدته ده هتلاقوه موجود أهو آخر حاجة موجودة هنا صورة رقم 6 يعني أقدر أجيبها من حتى أنا مثلا ممكن أضغط عليها وهتلاقيها فتحة معاك وممكن تسحبها كده وتحطها يعني عادي جدا ما فيش أي مشكلة يبقى أنا أقدر أجيبها من الصور المحفوظة من هنا وأروح عند الصور المحفوظة وممكن أختار أنا عايز أحفظ فين الصور دي عايز أحفظها في المنشور نفسه اللي أنا شغال عليه ولا على صفحة الدفتر الجديدة يعني يفتح لي صفحة ويضيف لي الصورة فيها ولا في نافذة جديدة يفتح لي نافذة جديدة ولا فقط يحفظ بس يعني كل الإمكانيات الموجودة طبعا أنا أقوله في المنشور يعني كل الصور اللي أنا بأخذها بيحفظها لي في المنشور أقدر أجيبها بكل سهولة كده عارفنا أن الجزء الأول ده هو عبارة عن لقطة للشاشة ولكن بأسلوب مختلف يعني إما يدوي إما جزء من الشاشة إما الشاشة بالكامل زي ما تحبي يعني طيب هنا في عندي مغزن الأدوات الأدوات دي في عندي تلات أدوات في لقطة شريط الأدوات لو ضغطت عليها هيظهر لي شريط هنا اللي هو خاص باللقطة يعني النفس الأعدادات بالضبط اللي موجودة هناك هي هي اللي موجودة هنا ما بيش أي اختلاف تمام بس بمجرد أنه أجاب لي شريط أقدر أتحكم فيه من بره بدل معه ده أفتح كل شوية من هنا أقدر أشتغل من هنا على طول نفس الشيء لقطة الشاشة بالكامل وهنا التحديد اليدوي هنا تحديد جزء من الشاشة كل ده موجود هناك ما بيش أي اختلاف تمام ودي المكان اللي أنا بجيب منه الصور المحفوظة يعني نفس اللي موجود هنا هو نفس اللي موجود هنا بس بشكل تاني طيب وإيه هنا؟ تعالوا نشوف واحدة تانية هنا عندي تسجيل فيديو تسجيل فيديو يعني أقدر أسجل الشاشة فيديو يعني وأنا بشرح هيسجل لي الصوت والصورة وأقدر أرفعه الفيديو دوع مثلا على اليوتيوب لطلابي مثلا فطبعا هو مجرد أن أنا بضغط بيديني علامة كده ده أقدر أحدد الجزء اللي أنا عايز أصوره يعني مثلا أنا عايز أصور من هنا كده أنا عايز أصور الجزء ده مثلا كده كل اللي علي أن أنا أضغط على كلمة هو طبعا بيعد تلاتة اتنين واحد وبعدين بيبدأ يسجل وأنا كل المطلوب مني أن أنا أشرح وبعد ما خلص شرح كل المطلوب أن أنت تعمل إيقاف للتسجيل من علامة المربع ده وفي عندك إيقاف مؤقت لو أنت عايز توقف الفيديو بس لشوية وبعدين تشغله مرة تانية أو إيقاف على طول أن أنت توقفه ويسجله لك أو أنه أن أنت تمسح التسجيل ده يعني إيقاف التسجيل وحزف الفيديو لو أنت مش مقتنع به خلينا نعمل إيقاف هتلاقي طبعا الفيديو يشتغل عندك زي ما أنت شايف كده اللي هنسجلنا تمام جميل جدا نقفل طيب إيه تاني؟ ممكن أسجل الصوت بس مسبت الصوت يعني أسجل الصوت بس مش أسجل الصوت والصورة لا أسجل الصوت بس ودي شيء سهل جدا بس تضغط ريكورد وخلاص تمام آخر شيء في القائمة هي لو أنت عندك لاب توب فيه كاميرا وضغط عليه هيفتح لك صورتك يعني ممكن تسجل صورتك أثناء الشرح يعني تسجل الشرح وتسجل كمان صورتك وتسجل الصوت يعني هيبقى شيء جميل جدا لو أنت حابب تعمل فيديو تعليمي وترفعه على اليوتيوب تمام؟ كده احنا تعرفنا على كل الأوامر اللي موجودة هنا في القائمة هنا دي وظيفة منزلية الزر ده اللي جنب الكاميرا اسمه وظيفة منزلية وده زر للأعمال المنزلية وهنشرحه بالتفصيل لما ييجي وقته إزاي نعمل واجب منزلي وإزاي نصحح الواجب كل ده إن شاء الله نشرحه بعدين طبعا ده زر خلاص هندرسنا قبل كده سر الحز وده مكتبة الوسائت بيفتح لي المكتبة اللي فيها الصور والفيديو والصوت كل شيء تقدر تضيف أي شيء من خلال هذا الزر اللي هو مكتبة الوسائت لو عايز صورة أدو الصورة ممكن أختار الصورة من الحاسوب أو من الانترنت يعني ممكن أختار من الانترنت عادي أبحث عايز مثلا صورة ساعة أكتب ساعة خلاص وأدوس بحس هتلاقي جاب لي صور ساعة هنا زي ما أنتم شايفين تمام يعني جميل جدا يعني مش محتاج أروح مكان تاني مش محتاج أروح لمتصفح وأبحث لا على طول من البرنامج نفسه أقدر أدور على أي صورة نعايزة أضغط عليها أسحابها وخلص الموضوع تمام حابب أرجع تاني شايفين حتى الساعة متحركة هنا جميلة جدا ممكن نفتح مرة تانية ونشوف صورة تانية عجبان الصورة دي أسحابها وحطها تمام خلينا نسحابها ونحطها يعني شيء بسيط جدا وتحكم فيها بكل بساطة يعني برنامج رائع تقدر تبحث عن طريق الانترنت أو تقدر تبحث عن طريق حاسوبك لو في صور متسجل عندك افتح حاسوبك من هنا دورها هي الصورة موجودة فين على سطح المكتب ولا موجودة فين مثلا صورة زي صورة مثلا الكبري ده خلينا نسحابها ونحطها مثلا هنا أهي جات لي موجودة هي وقدر أصغر فيها وقبر فيها من عن طريق حاسوبي ممكن نحط صور في المفضلة يعني أعلم على صور مثلا وحطها في المفضلة شيء رائع جدا ان انت تضيف صورة بكل سهولة تمام وكمان تقدر مش تضيف صورة بس تقدر تضيف فيديو تقدر تضيف صوت نموذج سلاسي الأبعاد درس عرض تقديمي باور بوينت تمرينات مكتب أداء كل شيء انت عايزه هتلاقيه وفي حاجات احنا لسه ما شرحناش زي الأداء وزي التمارين كل ده لسه انا شرحه ان شاء الله في المرات القادمة بس تقدر تضيف باور بوينت عرض جاهز يعني جميل جميل جدا دي اسمه مكتبت الوسائل طبعا ده حرف الاي اللي هو إضافة النصوص وحنا تعرفنا عليها بلكده ده مجموعة من الأقلام تعرفنا على الأقلام نجي بقى الاي لموضوع الجزء ده ده العرض طريقة العرض ازاي طريقة العرض ركزوا معايا في الموضوع ده لو انا جيت على طريقة العرض دي كده وعملت عرض تقسيمي هتلاقيه عملك ايه هتلاقيه فتح لك العرضين مع بعض يعني بس خلينا نفتح ده افتح الكتاب بتاع الطالب موجود معايا هنا هو ده كتاب الطالب والشرح يكون موجود هنا يبقى بطريقة التقسيم دي اقدر افتح نافذتين جنب بعض فبالتالي اقدر استخدم الكتاب واحل هنا مفيش اي مشكلة من خلال التقسيم تمام وده طبعا التكبير بيكبر بيكبر الصورة زي ما انتم شايفين كده يكبرها في الربع الاول منها او يكبرها في الربع التاني الجزء التاني منها او في الربع التالت يعني بيكبر لك اجزاء من الصورة حتى انت ممكن ايه تحركها بعد كده بالياد يبقى ده زر التقسيم وده زر مهم جدا طيب خلينا نقفل للتقسيم ده ونرجع للصفحة الاساسية صفحة مفردة زي ما احنا كده تمام خلينا نفتح ده مسلا نيجل ده ايه هو ده ده زر تحديد بنقطتين يعني ايه تحديد بنقطتين يعني ابدأ بالنقطة الاولى هنا مسلا وبعدين اتحرك وانا ده مش ضاغط مش لازم اضغط مجرد بس اتحرك وبيحددلي تماما انا لحد هنا مسلا ده حددتلي الجزء ده كده وصورهولي يعني خدلي لقطة من الشاشة بكل بساطة وبسرعة تمام واضر اعمل لها تثبيت يعني مسلا اجي من الزر ده واقول صورة هلاقيها ظهرت هنا زي ما هي هي صورة موجودة ممكن اصغرها وكبرها ودي عملية جدا اسرع من التانية يعني مسلا انا عايز اخذ الرسمة دي اضغط هنا واروح ساحب كده تمام على طول هتظهر لي الرسمة اعمل لها مسلا تثبيت من هنا كده حفظ واقول صورة هتلاقيها ظهرت اهي ممكن توديها الصفحة التانية اهي الصفحة التانية جات في الصفحة التانية ممكن تتحكم فيها بكل بساطة في الابعاد بتاعتها يعني شيء ممتع جدا البرنامج ده صراحة هنا طبعا ده الزوم لو انا عايز ازوم على شيء معين لو اعايز ارجع اضغط هنا تاني ودي الصفحات لو انا عايز اضيف صفحات صفحة اتنين صفحة تلاتة صفحة اربعة انا كده عندي اربعة صفحات ممكن ارجع طبعا من من الاسهم دي زي ما اتفقنا قبل كده دي الصفحة الاولى اللي انا كنت فيها ودي الصفحة اتنين وهكذا اخر شيء انا عرضه هنا هو الموضوعات المواضيع طبعا ممكن اختار اي موضوع وابحث فيه زي مثلا الرياديات هيفتح لي الرياديات والفيديوهات الخاصة برياديات والصور كل ده خاص برياديات اقدر اختار منه صور او مناسبة لية اقدر اختار منه صور وادرجها على طول بمجرد السحب والافلات هتلاقيها نزلت على طول في العمل بتاعي تمام؟ خلينا ناخد الصفحة التانية مثلا تكون فاضية ونفتح تاني الصور واخد اي صورة واسحبها وحطها واشرح عليها زي ما انا عايز لو انا عايز اشرح عليها بكده يبقى خلصنا شريط الادوات اللي تحت طبعا في بعض الادوات انا ما تكلمتش عنها لانها مقررة او ملاهاش استخدام بشكل فعال معانا بشكل كتير يعني انت حتى ممكن تتعرف عليها بمجرد بس ان انت تجربها وطبعا هتعجبك جدا لما تجربها بنفسك يا ريت تجربها بنفسك هتلاقي فعلا الادوات دي ممتعة جدا هتساعدك في الشرح بشكل جميل جدا تمام؟ ارجو يا ربي يكون الشرح نالقي اعجابكم ويا ريت متنسوش تعملوا اشتراك في القناة لان ده بيساعدنا جدا ووجودكم معانا بيدعمنا وكمان اعمل لايك للفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى لقاء في فيديوهات جديدة ان شاء الله